دكتور رفط ايه ممكن يكون صعب على روبوتات ان هم يتعلموها يعني مهنة او حرفة او صناعة او ايا كان هيبقى صعب على روبوت ان هو يتعلمها او يتقنها او يعملها لا او فيش حاجة لانه هو في اخر انا بدخله البنات بتاعده بس هو في اوقات معينة في يعني هقولك حاجة مثلا انا يعني انا كنت طبيب اساسة عملي مش طهل في الادارة في الطب انت ممكن تقرأ العملية في الكتاب لكن انا افضل اعف جنب واحد جراح قديم اتعلم منه اعمل حاجة اسمها الكلينيكال سنس الاحساس الاحساس ده مش موجود عند الروبوت موجود عند البني ادم يعني احنا حتى لو بدينا ناخد قرارات عندنا نوعين من القرارات القرار العقلاني ده المبني على المعلومات ده اللي يقدر يعملو الروبوت وفي حاجة اسمها القرار بالحادس الحادس بتاعي اللي هو ايه الاحساس اللي هو الخبرة اللي هو المشاعة دي مش موجود عند المشين او عند الروب دي موجود عند البني ادم يعني هو السنس في الأخير برضي يعني هو اللي بيطلق عليه فكرة أنه حدي يعني يحاسس بالوضع لأنه فعلا زي ما حدريك قلت الروبوت هو بيدخل له معلومات بينفزها بحظة فارها يا حقيقة وأنا اللي بدخلها كمان يعني أنا اللي بدخل معلومات اللي هو بينتج لي منها حاجة في النهاية يا حقيقة